اهلا وسهلا بكم من جديد حديث عن حملة الكشف المبكر عن سرطان الدماغ عند الأطفال مع الدكتورة نسرين عمايري مديرة هذه الحملة وهي استشارية أورام الجهاز العصبي عند الأطفال في مركز الحسين للسرطان أهلا وسهلا دكتورة صبحك بالخير أهلا وسهلا الله يسلمك أهلا أهلا وسهلا دكتورة بداية هيد سمارت جوردن أو هذه الحملة اللي عم نشوفها الكشف المبكر عن أورام الدماغ عند الأطفال تحديدا بجوز مش شائع بين الحملات اللي شفناها ونشوفها دائما أشي هي هذه الحملة؟ هذه حملة جديدة هذه أول مرة المركز الحسين بيعمل حملة موجهة للأطفال صراحة نحن أول مرة حتى بالمنطقة معظم الحملات اللي بيعملها المركز هي للبرست كانسر للسرطان الثدي لسرطان القولون هذه أول حملة موجهة للأطفال والسبب أن أورام الدماغ تعتبر الثاني الأورام شيوعا عند الأطفال بعد سرطانات الدم السرطانات بشكل عام عند الأطفال قليلة الحدوث يعني مش مقارنة مع الكبار نحن أقل في العدد بس كرد رقم اثنين هم سرطانات الدماغ وللأسف سرطانات الدماغ تحمل نسبة وفاء أعلى وللأسف تحمل مضاعفات على المدى الطويل الأعلى فكتير مهم أن نحن نلاقي الطريقة لنكتشف هذه الأورام مبكرا حتى نخفف من مضاعفات الأورام على هذه الأطفال نعم 100% يعني دكتورة حضرتكم عملتوا هذا البروشور والهدف الحملة هي توعوية يعني عم نحكي نحن للأهل حاليا كل الأهل اللي عم تسمعونا الأمهات الأباء يعني في مجموعة عراض رح تحكيها حاليا الدكتورة أرجوكم انتبهوا لهاي الأعراض لأنه ممكن تكون أعراض يعني مشابهة لأشياء أخرى دكتورة وما يشكوا الأهل أنه هذا الإشي لا سمح الله سبب ورم في الدماغ فأحب كثير تحكي لنا عن الأعراض مضبوط إحنا كثير إشي مهم بالحملة إنه إحنا ما بدنا نخاف إحنا هدفنا بالحملة توعوية تماما والسبب إنه هذا الموضوع زي ما تفضلت حضرتك ما منحكي فيه نعم ومخبنا وعا ما والناس ما بتعرف عنه هلأ إحنا اشتغلنا الحملة على مرحلتين مرحلة الأولى من بداية هاي السنة بلشنا محاضرات توعوية للكوادر الصحية فعطينا محاضرات لطلاب الجامعات سنة ساتسة طب طلاب التمريض سنة رابعة عملنا محاضرات للخريجين الأطباء عملنا محاضرات بالنقابة عساس نوصل لأكبر شريحة ممكن من الكوادر الطبية لأنه واحدة من الأسباب إنه بتأخر كشف المبكر عن أورام الدماغ إنه الكوادر الصحية مش كتير بتعرف عن الموضوع مش كتير بتعرف عن هاي الأعراء هلأ إحنا بشهر اتناش طلعنا بالحملة اللي هي موجهة للناس هلأ هاي الحملة للأسف بسبب الكورونا رح تكون معظمها أونلاين ومقابلات وهيك بس كمان إن شاء الله خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم رح يبلشوا الناس يشوفوا مثل هاي الكروت موجودة بكل مستشفيات الأردن بكل المراكز الصحية صراح حدفنا نوصل للأردن من الشمال للجنوب من الشرق للغرب تختلف حسب العمر لكن إجمالا الصداع المتكرر المتواصل القيء المتكرر المتواصل رفرفة العين أو الحول ضعف الرؤية الأشياء مثلا تغير في سلوك الطفل معظم الوقت الطفل الخامل التشنجات ميلان الرأس يعني الطفل معظم الوقت رأسه فيه ميلان زي هي كم يمشيه وقاعد بالأطفال الكثير صغار تحت السنتين ممكن يكون حجم الراس بكبر بشكل غير متناسب مع العمر الأطفال اللي بمرحلة البلوغ ممكن يتأخر البلوغ أو ممكن يتوقف البلوغ فأشياء صراحة مثل ما أنت شايف أخيثم كتير بتشبه أمراض تانية بتصيب الأطفال فإحنا ما بدنا على طول ننفزع ونقول آه شكلوا فيه هنا مشكلة ورم لا بالأول إحنا بدنا يكون عندنا وعي هاي الأعراض موجودة إحنا هذا الكرت كتير سهل بحكي لك إذا في عندك واحد من هاي الأعراض بدك تروح تشوف دكتورك دكتور وظيفته أنه يفحص الطفل يراجع السيرة المرضية يفحصوا إذا عنده تفسير منطقي للأعراض اللي عند الطفل اللي هي ممكن تكون سهلة جدا ندانه بتوجه عشان هيكفي صدع عينه فيها مشكلة عشان هيكفي عنده حول إذا هل قد التفسير واضح خلصنا خلصت القصة إذا ما عنده تفسير واضح بده يفكر أنه قد يكون سبب قليل الحدوث لكن خطر نوعا ما فلازم أعرف عنه وهي رسالة كمان للأطباء يعني بجوز الأطباء الله يعطوهم ألف عافية ولكن ممكن يكون فيه تساهل بالتشخيص أو بجوز عدم معرفة كافية في التشخيص أو بجوز أحيانا ما بدهم يكونوا يروحوا لليفلز أو مستويات شوي أصعب على الأهل فبضلهم في التشخيص الطبيعي وممكن يكون فيه مشكلة صح؟ هو إجمالا هيك الطريقة اللي احنا منفكر فيها الأطباء أول إذا انت بتفكر الأشياء اللي مركما اللي شائعة أكتر اللي الناس ممكن تتعرض لها بشكل دائم بس لما ما يكون عندك تفسير منطقي للأحداث لازم تفكر أنه والله فيه أشياء أقل حدوثا لكنها خطرة نعم هلا إحنا اسم الحملة هيد سمار جوردن إحنا ما خدينه من حملة مشابهة صارت ببريطانيا نعم فالناس رح تقول لك ولي ببريطانيا بتأخروا لي شخص طبعا ببريطانيا بتأخروا لي شخص مشكلة التأخر بالتشخيص هي مشكلة موجودة بكل العالم بالدول النامية أكثر على الأغلب بس حتى ببريطانيا موجودة مشان هيك طلعوا الحملة والسبب واضح جدا كان أنه الأطباء ما عندهم كتير معلومات عن أورام دماغ عند الأطفال والأهالي مش كتير منتبهوا أنه هاي الأعراض مهمة لازم تراجع لكتور وبصراحة أورام دماغ بشكل عام بتغش يعني الطريقة اللي بتيجي فيها الأعراض اللي بتدل عليها عامة جدا زي هيك فميج زي مثلا سرطانات الدم واضحة وسهلة فالأهل مش كتير ممكن يخافوا لو مثلا كان فيه صداع متكرر عن طفلهم ممكن يحسوا أنه من أعدة البيت من الأونلاين من أجهزة الكمبيوتر بس يعني إذا شافوا أنه الموضوع مبالغ فيه ومش مفهوم كتير بتدروه على دكتور لأنه الدكتور وظيفته أنه يراجع السيرة المرضية يعني هل في مثلا أي استعداد وراثي في العائلة للأورام هل في أي شيء ممكن يحكي أنه هذا الطفل عنده قابلية أكثر من غيره ينصاب بالأورام تمام عشان الواحد يحط الاحتمالات قدامه نعم فهذا الإشي كتير مهم الدكتور وظيفته أنه فعلا يمشي بالأشياء واحد واحد يستثنيها صح ويصل للتشخيص الصحيح تمام مي بالمية كمان في الكرت هذا دكتورة موجود أنه إذا كان فيه العراض ذكرتهم حضرتك إذا حسب عرض واحد شو لازم يعمل إذا اثنين شو لازم يعمل إذا ثلاثة شو لازم يعمل وإذا فجأة طلعت العراض بعض هذه العراض ممكن تطلع فجأة آه يعني إذا مثلا فيه تغير بمستوى استيعاب الطفل مش صاحي مش قادرة تتحكي معها بتحاول تصحيمها بصحة يعني شيء شبه بداية غيبوبة هذا مباشر بكتروع على الطوارئ هذا ما عدت تفكر أروع على الطبيب العام ولا طبيب الأسرة تمام هذا إشي جدا طارق أو تشنج لا سمح الله أنت مباشر لازم تروع على الطوارئ أو حتى يمكن تطلب الدفاع المدني يجي كلمات هلا إذا كان العراض واحد فيمكن طبيب عام بقدر خلال المقدر اللي هو متدربها يقدر يشخص وين إحنا شوي إذا فيه عراضين أو أكتر إحنا منحكي ممكن دكتروح لطبيب شوي متخصص أكتر طبيب أطفال طبيب أعصاب وبعض الأعراض مثلا المشاكل العين إذا فيها حوال إذا فيه رفرفة إذا فيه ميلان بالرأس بدك كمان إجباري طبيب عيوني في حصل ميلان في رأسه هو وائف الطفل يكون رأسه ميل يكون فيه ميلان بالرأس تمام في نقطة بالأعراض دكتورة يعني حابب أني شوي أحكي فيها هي منطقة نقطة البلوغ يعني مثلا ممكن الولد أو البنية يوصل لعمر معين مفروض أن يكون واصل للبلوغ فيها ولكن ما بيوصل وهذا بجوز فيه له مرجعيات نحن ثقافية واجتماعية أنه إحنا الأهل ما بيحكوا مع أولادهم في هذه المنطقة يعني أو عن هذا الإشي ما بيحكوا أو كمان الأطفال بيكونوا أو الولاد خايفين برضو من هذا الإشي ما برضو بيحكوا مع أهلهم يعني هو عرض من الأعراضة ممكن تكون خطيرة هذا بالضبط هلأ في أسباب تانية طبعا إلو أنك أنت مجرد تأخر في البلوغ عائلي أنه الأم أصلا تأخر بالبلوغ فبناتها عنده تأخر بالبلوغ هلأ مين بيحدد هذا الحكي صح أو لا الطبيب بالإضافة لأنه عادة تأخروا البلوغ بيصاحبوا أن الطفل قصير ممكن كمان يصاحبوا أنه في صداع ممكن يصاحبوا أن الطفل بيشرب مي كتير بيبول كتير فهذا لازم يعطي موضوع بسيط وكذا ولكن لماذا يجعل الجزء العلمي يدخل على الموضوع الدكاترة يدخل يفكروا في الموضوع ويوصلوا للتشخيص الصحيح مئة بالمئة مثل ما أنا أكد لك نحن نتحدث عن توعوة يعني لا بدنا الناس تخاف لا بدنا الناس تنرعب ولكن لدينا الناس تضعوا في بالها أنه في قد يكون هذه الأعراض مؤشر لأشي تاني رجاء نروح ونفحص مئة بالمئة ما هو الهدف؟ نحن بالآخر بدنا نشخص الأطفال بكير لأنه بعض الأورام إذا تشخصها بكير بتصير فرصك بالجراحة الكاملة أحسن الجراح بتصير العملية أسهل المضاعفات بتصير أقل إحنا لما نعطي علاج كيموي أو علاج إشاعي بتكون الكمية أقل إنت المضاعفات على المدى الطويل أحسن نوعية حياة الطفل بتصير أفضل إحنا ما رح نعكس إنه عنده سرطان هو نصاب بس إحنا نحافظ على حياته قدر الإمكان ونحسن نوعية حياة تمام تمام عنا دقيقتين دكتور رح بأحكي عن التشخيص والعلاج كيف بتشخصه هذا الورم وكيف بتعالج إجمالا المرحلة الأولى بتتم خارج مركز الحسين يعني الدكتور اللي بديره عنده الأهل بيقرر من السيرة المرضية والفحص السريري إنه ممكن هذا الطفل يكون عنده ورم بدماء فأنا بروح بعمل صورة صورة عادة طبقية أو صورة رنين إذا لا صمح الله نعم طلع فيه تشخيص هلأ حسب وضع المريض إذا المريض تعبان وبدو دخله على المستشفى بيصير بدها تنصيق إنه كيف ينقل على المستشفى أو تاني أو دكاتر المختصين إذا كويس ممكن يجي على المركز ويتعالج بالمركز هاي الإجراءات إجمالا بشكل عام العلاج بتراوح حسب نوع الورم يعني إحنا مش كل الأورام دماغ واحدة إحنا في عنا مئات الأنواع من أورام دماغ فيه أشياء بدها جراحة وأشعة فيه أشياء بدها جراحة وأشعة وكيماوي فرص الشفاء متفاوتة فيه فرص شفاء فوق 80% 85% فيه فرص الشفاء للأسف قليلة نعم فحسب نوع الورم نعم بتقول رعفا للمقاطعة ولكن زي معظم السرطانات يعني كلما تم التشخيص مبكرا فرص العلاج بتكون والشفاء بتكون أكبر في معظم الحالات فيه بعض الأورام للأسف هي تعتبر أصلا بذاتها سيئة بس موقعها بالإدماغ ممكن يكون سيئة حتى لا تستطيع عملية جراحية كاملة بس بعض الأنواع وخصوصا الأنواع اللي الناس تسميها حميدة وهذا أنا ضد المصطلح لأن الدماغ منطقة جدا حساسة فأنت أي شيء تكبر جوه الدماغ سيقوم لك مشاكل ومضاعفة كلمة منهج الورم هو ورم فإنه ورم حميد وورم خبيث هناك ورم تحت المايكروسكوب اسمه حميد وتحت المايكروسكوب اسمه خبيث بس أنت بينمو هذا الورم ضمن منطقة أعصاب فحتى لو حميد سيعمل ضرر فإن أطفال عندهم أورام حميدة بس هم مثلا فاقدين النظر أو عندهم أورام حميدة هم مشلولين ما بقدروا يتحركوا فمفهوم حميدة ميجزي ما الناس بتعرفوا أنه حميدة كتل على الجلد شلتها وخلصت فهذا كثير مهم موقع لدماغي حساس كثير وأي شيء بيكبر جوه بيعمل لك مشاكل ومضاعفات نعم دكتورة شكرا جزيلا لإلك الله يعطيكم ألف عافية أنا مبسوط جدا يعني نتعرف على حضرتكم نتعرف على هذه الحملة ونحاول أنه كمان يعني رسالتكم توصل من خلالنا أدبا من إدار إن شاء الله شكرا جزيلا لإلكم شكرا لرؤيا وشكرا لحضرتكم أهلا وسهلا اشار راكتين